تسعى الحكومة الجديدة لزيادة الرقعة الجغرافية المأهولة بالسكان بشكل مدروس ومتظم بهدف استيعاب الزيادة السكانية هذا ولم يغفى البرنامج الحكومة الجديدة تطوير المناطق غير المخططة بعد النجاح في الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة تنمية عمرانية متكاملة بدأتها الدولة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة وتستكملها الحكومة الجديدة بهدف زيادة الرقعة الجغرافية المأهولة بالسكان بشكل مدروس ومنتظم لاستيعاب الزيادة السكانية وتحقيق التوازن في التوزيع الجغرافي تنمية حضارية تتبناها الحكومة عبر أربعة برامج فرعية من بينها التوسع في إنشاء المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع لخلق مجتمعات ذكية لحل أزمة التكدس السكاني وتحويل محافظات الوجه القبلي إلى مناطق جاذبة للاستثمار وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتسعى الحكومة أيضاً إلى استكمال الارتقاء بمستويات التحضر والتطور العمراني في المدن القائمة والارتقاء بمعدل التخضير لمواجهة التغيرات المناخية وتطوير المناطق العشوائية وإعادة تخطيطها واستكمال إعادة تخطيط وتنمية العمران القائمة بالمدن والقرى مع استمرار تنمية الظاهير الصحراوي ولم يغفل برنامج الحكومة اليديدة تطوير المناطق غير المخططة بعد النجاح في الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة وضمان توصيل المرافق لجميع المواطنين وتوفير مياه النقية وخدمات صرف صحي وتطوير القرى بهدف سد الفجوة بين الريف والحضر لتحقيق التنمية المتكاملة وتعد مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات التنموية في هذا الشأن حيث بلغت مخصصات المرحلة الأولى 350 مليار جنيه لتنفيذ نحو 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن وقد بلغ نصيب محافظات الصعيد نحو 68% من مخصصات المرحلة الأولى كما تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية التي تبلغ التكلفة التقديرية لها 567 مليار جنيه لتنمية 1667 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة بإجمالي مستفيدين 21 مليون وأربعمائة ألف مواطن تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا يمثل أولوية قصوى على رأس قائمة برنامج الحكومة لتوفير حياة كريمة للمواطنين والبناء على ما تم من إنجازات